هذه كانت حتى كتاب أكاذيب أشاء على اليهود كتاب شوي ضخم لكن من المتخصصين من يريد له هدية وفي بعض الكتب إهداء لكم إن شاء الله يعني تعطي بعض لكن هذاك متخصص نقول أن مراكس الدراسات اليهودية قد يعني دفعت الدولة لكل جيش لبروفوسورات كل بروفوسور في جامعة هو في النهاية أنا أعتبره هو خادم لهذا الكيان واستمرار هذا الكيان حتى يستمر هذا الكيان لا بد أن نلكذب على ثوابت الأمة أن المسجد الأقصى ليس حق للمسلمين فقط حق لليهود كذلك فيه طب أن المسجد الأقصى كان مكانه الهيكل والهيكل المزعوم الذي بنى سليمان نريد أن أنتم تعديتم علينا كمسلمين فنريد أن نهدم المسجد الأقصى ثم نقيم عليه الهيكل المزعوم هيكل سليمان هل نقول سليمان قد بنى هيكل؟ بنى مسجد لأن نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى وأتى بعقيدة التوحيد ونشر عقيدة التوحيد والدعوة إلى الله تبارك وتعالى هل سينشر العقيدة الوثنية؟ لكن بني إسرائيل كان منهم مسلمين والذي خرج وكفر بتعاليم بني إسرائيل وتعاليم الكتب التوراة وتعاليم فهذا الذي كما قال أهل العلم هو اليهود اليهود الذي كفر برسالة أنبيائي ولكن الذي آمن في عهد موسى وفي عهد يوشع بن نون أدخلوا المسجد الأقصى دخلوا معه مجموعة من المؤمنين وكذلك دعوة الرسل في المسجد الأقصى